اشتركوا في القناة من بين 32 إلى 36 درجة وصلت إلى 42 بأقصى الجنوب مهبوب برياح شيلي كما لاحظوا من خلال تسلسل لسوى القمر الاصطناعي رطوبة عالية ميزة الأجواء على مستوى الطبقة العليا الغلاف الجوي والتقس كان مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلد تدقشع السحب المرتفعة تدريجيا ممكن ظهور بعض السحب العبر ودرجة حرارة تكون من بين 14 إلى 18 درجة بالشمال وبلوسط من بين 18 إلى 22 بالجنوب وتصل محليا إلى 26 يوم الغد ان شاء الله تقسيكون مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد الرياح تتواصل أقوية خاصة بالمناطق السحلية الشرقية وبالجنوب تكون مثيرة للريمال والأتربة ودرجة حرارة تتواصل تقريبا في نفس المستويات مقارنة بهذا اليوم القصوى تصل إلى 25 بتونس العاصمة توقع 26 بزغوان 24 بنابل وببنزرت بربع الشمال الغربي تصل إلى 26 بباجة 27 بجندوبة وبسليانة 27 أيضا بالكاث بمناطق الوسط تصل إلى 30 بالقيروان وبسليبوزيت تكون أقل نسبيا بجية الساحل في حدود 25 بسوسة وبالمنستير 22 بالمهدية توقع 29 بالقاصرين وبالجنوب بسفاقس 27 درجة 26 بقابس 28 بمدين توقع 30 بتطوين 29 برمادى 30 بياقص الجنوب توقع 32 بالنسبة ليقبل لي 35 بتوزر وبقابس الحرارة القصوى تصل إلى 31 درجة بالنسبة للملاحة والسيد البحري يكون ثمة أعلام بهبوب رياح قوية صلح المدة 24 ساعة بداية مليلة في تمام الساعة السابعة مساءنا رياح تكون قوة 7 من صلاة بوفور ما يعادل 28 إلى 33 عقدة بالنسبة لسوحنة الشمالية منطقتين سيرات وخليس تونس ريح تكون أساسا من القطاع الشمالي تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعة من 20 إلى 25 عقدة والبحر يكون مضطربا بخليس حمامات وبجية الساحل تكون أساسا شمالية سرعة من 20 إلى 30 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراب وبمنطقتين شابة وجربة وصولا إلى جرجيس ريح تكون شمالية شرقية سرعة من 20 إلى 30 عقدة والبحر يتواصل شديد الاضطراب كالعادة ناخد فكرة حول الوضع الجوي ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية بين وقشة أجواء مستقرة والحرارة تصل إلى مستويات 35 درجة سحب كثيفة مع أمتار بالدار البيضاء أقل نسبيا بالرباط تصل إلى 19 درجة 22 بالجزائر 24 بترابلوس سماء صافيا بالقاهرة 34 وبالبقاء المقدسة بعد سحب المدينة منورة 35 وأمتار محلية بمكة والحرارة تصل إلى 36 درجة بالنسبة للدوحة بعد سحب 32 تقص مغيم بأبوظبي 32 سماء صافيا بدمشك والحرارة تصل إلى مستويات 29 درجة توقع 34 بالكويت 28 ببيروت 31 بعمان 30 بالقدس الشريف وببغدد 32 درجة حالة تقص بالنسبة لبعض المدن الأوروبية بإسطنبول بعد سحب 25 تقص كثيفة سحب بموسكو 14 درجة 18 ببينا سماء صافيا بأثينا والحرارة تصل إلى مستوى 28 نتوقع 24 برومة 12 بأمستردام سحب كثيفة ببرلين والحرارة تصل إلى 13 درجة وبكوبنهاجن 12 بالنسبة للندن بعد سحب 16 16 أيضا بباريس أجواء مستقرة بجونيف 17 21 بمرسيديا سحب كثيفة مع أمطار محلية بستوكولم والحرارة تصل إلى 10 درجة نتوقع 15 ببريكسل 17 بلاشبونة وسحب كثيفة مع أمطار بمدريد والحرارة تصل تقريبا إلى 16 درجة تطول وضع الجوي بنسبة لأيامات القليلة القادمة يوم الأربعاء التقصي تكون قليل السحب إلى مغيم جزئيا أثناء الليل الرياح تكون أساسا من القطع الشرقي بأغلب مناطق البلاد تكون قوية نسبيا قرب سواحلوة بالجنوب 20 درجة بالمناطق السحلية وأعلى نسبيا ببقية الجهة تتروح من بين 30 إلى 34 وتصل محليا إلى 38 ببعض مناطق الجنوب بالنسبة ليوم الخميس تتنقل الرياح لتكون ملقطع الجنوبي بالشمال وبالوسط تتوصل شرقيا بمناطق الجنوب تتوصل قوية نسبيا قرب سواحل وبالجنوب مثيرة لرمال والأترباء ومعتدلة ببقية المناطق رتوبة عالية ميزة الأجواء ويتوصل تقص مغيم بأغلب مناطق البلاد مع انخفاظ نسبيا في درجة الحرارة أوقات شروق والغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة الخمسة و39 دقيقة وغروبها في الساعة السابعة إلا دقيقتان لمزيد من المعلومات والأرشادات الموقع الخاص بالمهد الوطني لرزدجوي تروا دوبلو في بوميتيو بونتيان تبعثوا إرسالية قصيرة ولا تتصلوا برقم الموزع الصوتي 884040 شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة